بموضوعنا بفقرتنا التغذوية اليوم سنتحدث عن الأنسلين ما هو ولمن يعاني من مقاومة الأنسلين هذه الفقرة مهمة لهم دوره بالجسم وما هي علاقته بالغذاء نرحب بضيفتنا مها وديان أخصائية التغذية سعد صباحك أهلا بك أهلا بك شرفتي سهلا بالبداية نعرف الأنسلين لمشاهدين حتى نحكي شوي شوي بمقاومة الأنسلين وعلاقته بالغذاء طبعا متعارف لدى الجميع يعني حاليا بالأوضاع اللي احنا فيها الحمد لله يعني المعلومات بلشت الصغير والكبير بيعرف هاي الأمور لأنه في يعني معلومات بلشت تنتشر بهذا الموضوع الأنسلين احنا زي ما بنعرف أنه هو هرمون مسؤول عن سكر الدم هذا بدرجة أولى يعني طبيعة هذا الهرمون ما بيطلع على الساحة إلا إذا كان فيه إشي يدخل بالسكر يدخل بالكربوهيدريت جست ما فيه غير هيك يعني أكتر الأشياء اللي بتستفزوا اللي هي الكربوهيدريت بشتى أنواعها سواء كان سكريات سواء كان كربوهيدريات بكل أنواعها يعني نعم الآن الغذاء كيف يكون له دور في هذا الهرمون بالذات حسب نوع الأكل إحنا الآن يعني الأكل متنوع منه أكل جاهز منه أكل مصنعية البيت نعم هاي الأكلات بإجمالا يعني بتساهم أنه أنت خلفيتك العلمية وخلفيتك بالخبرة أنا هاي الأكل بترفع الأنسلين هاي الأكل بتنزل الأنسلين هو الهرمون مش أنه زي ما هم فاهمين أنه هذا الهرمون عدو للجسم لا بالعكس هو إذا أنت تعاملت معه بأسلوب علمي هو صديقك عادة ذلك هو ليس صديق بيكون هبع الجسم ما يترك من أثر يعني إذن هيك بس أنا نوضح أو نوخص هذا الأنسلين هرمون يفرزه البنكرياس نعم هو هرمون يفرز من ضمن غدة اسمها البنكرياس خلايا بيتها نعم هاي المسؤولة عن تنظيم السكر في الدم جميل الأغذية التي ترفع من هذا الهرمون أو من مستوى السكر في الدم مبدئيا مبدئيا هلأ بجوز إحنا على ساحة العلم حاليا موجود مفهوم أنسلين ومقاومة أنسلين غليسيميك إنديكس كلمة غليسيميك إنديكس جديدة على الساحة صراحة لبعض الناس يعني بسألونا إياها بحقولنا شو يعني غليسيميك إنديكس إحنا صراحة في علم الغذاء والتغذية بطلنا نعتمد على كلمة سعرات كم سعر هون كم سعر هون لا هلأ اتجهنا باتجاه علمي متطور أكثر إنه هو بدي أنا أشوف غليسيميك إنديكس لهاي المادة الغذائية غليسيميك إنديكس لهاي المادة الغذائية هي اللي بتحكم أنت باتجاه صح ولا باتجاه خاطئ كيف يعني؟ هلأ بالدرجة الأولى بالدرجة الأولى إحنا بهمنا الأكل الفيدباك تاعته شو تكون على جسمي هل هي زيادة وزن؟ هل هي ممكن تترك أمراض؟ نعرف إحنا أكثر شاغلة يعني بتأثر على صحة جسمك اللي هي السمنة درجة أولى والسمنة شو سببها؟ سببها هرمون الأنسولين إذا أنت أكلت سعرات عالية جزء من هاي السعرات بديو يروح باتجاه التخزين نعم يعني الأنسولين مرتبط ارتباط واضح بالتحكم بالوزن؟ نعم 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 الآن في عياداتنا منركز على نوعية الأكلها بالدرجة الأولى قبل ما أروح باتجاه النواق فيها سعرات فيها سعرات ما فيها سعرات مدل ما نحسب عدد سعرات منشوف نوعية الأكل أبدا بالضبط بقيس القليسي ميكيندكس لها الآن أنا اللي أنا بدي أحكي لكم عنه جديد على ساحة الدراسات والأبحاث نعم نحن نعرف أن السكر السكر الأبيض لو أنا جبت قطعة سكر وجبت معي قطعة لحمة هلأ أكلت التنتين هدول واحدة وقصنا بعدها القليسي ميكيندكس كم رح يرتفع معي؟ ما يعني غلاسي ميكيندكس بس خلينا أعرج على هاي النقطة ما نسيت حكيها يا نعم هتفضلي غلاسي ميكيندكس ما ماذا يعني هو أنه هاي المادة اللي أكلتها كم بعد بعد تناولها كم رح ترتفع معي سكر الدم بعد تناول هاي المادة الغدائية هاي مفهوم غلاسي ميكيندكس الآن تيج على مادة اللحوم ومادة السكر مثلا يعني مادة اللحوم أقل مثلا ارتفاع الأنسولين خلال مرحلة هضم هاي المادة كم تركت أثر سكر في الدم هو أنا مؤشرها بيكون معالي أو واطي حسب المادة البروتينة أقل طبعا هذا المفهوم حاليا لكن المواد الثاني السكرية المواد البروتيني البروتيني أقل الدهون طبعا لا نهائيا يعني إذا إنت تناولت مادة دهنية كم سيكون ارتفاع الأنسولين لن يكون هناك ارتفاع لأن لا يستفز الأنسولين نهائيا مادة دهنية بناءنا على هذا الحكي صار في دراسات على هذا الموضوع صراحة مجموعة من الخبراء حكوا بدنا نعمل تجربة نشوف شو هي هاي نعم التجربة ماذا سنخرج بنتائج كانت التجربة أنه أخدنا مادة الخبز نعم الخبزة بعد ما طلعناها من الفرن أكلتها تجربة الأخرى طلعناها من الفرن وحطيناها بالتلاجة تركناها لمدة 24 ساعة وطلعناها وسخرناها طبعا هم أجروا الدراسة على مجموعة من الناس يعني هذول الناس سليمين ما عندهم أمراض الأعمار تتراوح ما بين ثلاثين لغاية الخمسة واربعين عام نساء وذكور يعني ما فيه أي مشاكل عندهم صحيح ما نتائج هذه الدراسة نتائج هذه الدراسة وجدوا أنه الخبز اللي تم تناوله من الفرن مباشرة ساخن وجدوا أنه الليغلاسيميك اندكس تاحها عالي لكن أنت لما بتبردها وبترجع تسخينها مرة ثانية نفس القطعة ونفس القرامات ونفس العينة بس الاختلاف أنه طريقة التعامل مع هاي المادة شو كانت وجدوا أنه الليغلاسيميك اندكس تاحها أقل أقل بعد التبريد والتسخين بعد التبريد وبعد التسخين نعم وكذلك الأمر طبعا قيس على البطاطا نحن خصصت المواد نشوية لأنها هي علاقة بارتفاع الأنسولين رح نيجي وأحكي لك كيف البطاطا نتعامل معها مهم البطاطا مهم البطاطا نعم هي طبعا وجدوا أنه فعليا التعامل مع المادة الغدائية مختلف بلغلاسيميك اندكس تاحها عن لما تكون فريش طبعا استنتجوا أنه لماذا أعطت النتيجة بالطريقة هاي وليش إحنا طلعنا أنه نفس قطعة أعطت إغلاسيميك اندكس أعلى معانها نفس نعم في نفس المادة الغدائية هلأ في شغلة داخل المادة الغدائية نفسها فيه إشي اسمه ريزيدنت استارش أو الاستارش العادي المادة الريزيدنت يعني اللي هي النشأ المقاوم انت لما بتاكله ما بيأثر عليك ولا بيستفز الأنسولين بكمية كبيرة لكن اللي يسوليوبل مباشرة ويمتص مباشرة هو اللي بيرفع الأنسولين في أعلى مستوياته نعم هلأ لما انت بتتعامل مع هاي المادة الغدائية بالطريقة هاي بعد فترة معينة لما انت تبردها وتطلحها بتزيد نسبة اللي ممكن بتنتصها بسرعة نعم نعم هاي هي أفرقت معانا بالطريقة هاي صراحة للأمان يعني هاي هون مختلفة عن هون حكوا بدنا نشوف ماندة ثانية البطاطز الآن لو اسألكوا هذا السؤال مين داق البطاطا المسلوقة والنيه النية لا النية النية لا ما حدش داقها الآن نيجع المعاملات الغدائية سلقتها شويتها وقليتها الثلاث طرق هذول احنا احنا عادتنا المتعامل معهم صحيح اجريت التجربة على هذا الموضوع للأمانة وطلعوا بالنتائج التالية الآن ما طعم البطاطا بعد عملية الشوي شو طعمه كيف يوصف طعم طعم المعروف طبعا طيب لو انا جبت لك طبقين واحد عليهم بطاطا مسلوقة واحد علي بطاطا مشوية انت كيف تفرقهم عن بعض من الطعم اللي اللي تعودنا علي اللي بنعرفه يعني لا لا هاي مختلفة بالطعم مختلفين بالطعم يعني ممكن تعطيني ايجابة محددة هل يا هل بتكون نسبة الحلاوة فيها اعلى هلأ المشوية بيكون فيها طعم الشواء بس ممكن الشوية فيها طبعا انت شو بتفضل المشوية لمسلوق نعم مشوية المسلوق بصراحة بحسه مشوية المسلوق لحالات علاجية كنا نعمل مشوية صح ليش لانه في مضاق سكري نعم مضاق سكري يعني ماذا يعطينا ما هو الدليل على ذلك اللي الدليل انه زي ما انا حكيت لك انه في اشي اسمه ريزيدانت وفي اشي اسمه ايش سوليبل سهل الامتصاص الآن اللي بصير انه التجربة اللي اجرت على البطاطز ارتفاع الانسولين كان اعلى في اعلى مستويات الجراسيم كينديكس الها كان في المادة المشوية اوه واقلها في المادة المسلوقة نعم مع ان احنا نتعامل مع نفس المادة الغذائية المقلية بالنص يعني ايو بالضبط تيجي بالنطقة المتوسطة نعم نخلص بالنتيجة احنا يعني الان انه نفس الغذاء انا بقدر اتعامل معه بطرق اني انا اتحكم بوزني ما يصير عندي زادة وزن بنفس الوقت انا بقدر اوكل هاي المادة ما عندي مشاكل معها نهائيا وبكميات طبعا انا الان بحكي مش تروح انه الواحد يروح يحط الكمية اللي بده اياها بكميات مفرطة اكيد اكيد رح يرتب الوزن نعم يجب ان تكون مدروسة طيب ننتقل هيك لمقاومة الانسولين متى تحدث كيف نتعامل معها وما معناها ايضا مقاومة الانسولين نعم الان احنا نعرف انه الانسولين هو هرمون يتحكم بايش انه السكر يدخل الى الخلية لانه منظر طاقة نعم الان ايش اللي بصير احنا عادتنا الغذائية صراحة يعني اساءت لهذا الموضوع المفهوم اللي بتعلق بمقاومة الانسولين انه الان الخلية مجرد ما كان بدها سكر بتفتح مين بفتح الانسولين هو المفتاح للخلية نعم بفتح الخلية خدي هاي سكر ايجا اخدت الان احنا اذا كان في عندك افراط بهذا الموضوع بعد فترة من الزمن بتبلش الخلية تبطل تسمح هذا النداء من قبل الانسولين فبصير يتراكم الانسولين في الجسد في الدم بكميات كبيرة لانه موجود سكر حوالان الخلية وما فات نعم ليش؟ لان الخلية بتحكي انا مكتفية ما بدي ما بدي ما بدي والانسولين بيخبط افتح الباب بدنانا ندخل السكر افتح الباب ما فى مجال هاي مقاومة الانسولين الخلية مش شايفة الانسولين ولا حاس فيه نعم نعم هذه هي المقاومة ترتفع طبعا ترتفع بحسب انت عاداتك الغذائية ده كانت تسيء إلى هذه النقطة فالمقاومة راح ترتفع وبتظهر بمظاهر أكثر من مظهر طبعا انه بيجي واحد بحكي لأنا شو عرفك انه عندي مقاومة تنسلين من مظهر وممكن تحكم عليه هلأ من مظاهرها انه الاوبيزيتي اول مظهر من مظاهر انك انت عندك مقاومة الكرش السمنة نعم السمنة بشكل عام الآن على أرض الساحة طبعا موجود اشي اسمه البوليستيك للإناث اللي هو تكييسات المبيض هاي لها علاقة مرتبطة طبعا ارتباط وطيد بارتفاع الأنسلين بالدم ارتفع الأنسلين فبرفع معي هرمون التستستيرون للأنثى طبعا وهو هرمون ذكري مجرد ما ارتفع بيتبلش ظاهرة البوليستيك عند الأنثى ويصير فيها عندها الخبطات هرمونية سمنة نزول شعر الرأس نمو الشعر في مناطق غير مرغوبة طبعا إليها علاقة بمقاومة الأنسلين بشكل مباشر نعم طب لو نيجي نحكي كيف نقدر نعالج مقاومة الأنسلين أو نحد منه نسيطر عليه نعم سؤال أشكرك عليه صراحة لأنه أنت قفزتي إلى الحل نعم طبعا إحنا منحكي أنه أساس مقاومة الأنسلين عادات غذائية خاطئة عادات غذائية أنا بأكل سكريات وفي الليل مع النهار مش فارقة معنا بكميات كبيرة ومفتوحة وأحيانا نحن نسميها يعني أنت عندك رغبة أحيانا بالأكل مش لأنك جوعان أنت عندك رغبة لأنك أنت بتحب تأكل بس أو بيكون أندر سترس معين في ناس في الشغل لهم وين بروحها للتلاجة بس يزعى أو بس يعصب أو بصير في سترس عندهم معين باتجاه الأكل مية بالمية عادة أنه في طبعا استثنائيات من هذا الموضوع أنه في ناس ممكن عادي أمورهم تمشي ما فيش مشاكل ما بيروح باتجاه الأكل الآن إذا أنت عاداتك الغذائية حكمت على هذا الموضوع أنه أنت مفرط في الغذاء مفرط في السعرات الحرارية هيصير عندك بالمقابل كميات سعرات أكل بجلوكوز تراكم بالدم ما فيه له تصريف للطاقة تصريف للطاقة إحنا جسمك بيأخذ السعرات الحرارية علشان يصرفها في مكانها الزائد بدي يتحول على شكل دهون وين بتروح باتجاه الخسر والأوراق وأواوا ما هي إذن شو بتنصحي طيب يأخذي محدد كيف يكون جدول غذائي للشخص أعطيكيها ببساطة يا أخ أحمد إذا أنت بهمك هذا الموضوع أنه أنا أكون باتجاه الأكل الصحي الأكل الصحي يكمن في الخضار الفواكه لا تفرط كل عاستك حصتك اليومية مش أكثر والأقل لأنه هي كمان ما منسى أنه الفواكه فيها سكريات اللي سكر الفركتوز بيتحول لغلوكوز والفائض منه بروح دهون كأنما أنجزنا إشي لكن الخضار سبحان الله لأنه هي فيها ألياف عالية الألياف العالية بتنزل من مقاومة من إفراز الأنسلين ما بتستفزه فأنت اعتمد القاعدة التالية طبقك الأكل اللي أنت كل يوم بتاكله اكسبوا نصصين نصف عبي خضار مفتوحة أنا معطيك إياها بصلاحيات آمنة والنصف الآخر يكون بين بروتين وبين كربوهيدرات أنت مش محروم بالنهاية المطاف طبعا لكن يعني فيه إمكانية أنك أنت تسيطر على الكمية الكمية اللي هي من النصف الآخر اللي حكيت أنه مش نصف الخضار النصف الثاني الكمية البروتينات طبعا نحن نعرف أنه البروتينات الزائد من هون بروح بتحول لدهون نعم فأنا لازم أحكم كمية البروتينات بالمقابل كمية الكربوهيدرات طبعا ونكون حادرين بالكمية برضو نفس الشيء ونكون يعني مسيطرين على هاي الكمية الإشي اللي بيحكم هذا الموضوع كله أنا فكرة إحنا الجوع يعني إذا أنت من الناس اللي متعود تاكل كميات كبيرة بتسد المعدة بكمية كبيرة بتقدر أنك تعوضها يعني بذكاء أنه أخذ المواد اللي ما فيها سعرات عالية بتتسكر عليه نظام فقط نقطة الجوع أني أنا ما أجوع هاي إذا أنا تحكمت فيها سهل جدا ما تبقى نعم أيضا الرياضة مهمة في هذا الشأن نعم طبيعي نحن هلأ نيجع لحل ثاني اللي هو حل الرياضة صرف الطاقة يتم عن طريق الحركة ما بحكي أنه روح أعمل هت إذا أنت حبيت تنزل وزنك هنا نقطة الاهتمام اختلفت نعم أما إذا أنا بدي أنا بهمني جسدي ما يزيد عندي زيادة وزن ما يصير عندي أمراض ما يصير عندي أعتمد النظام أنه أنا ممكن أمشي أروح على الجنبل فترة وفترة نعم مش كل يوم كل يوم يعني نعم مئة ومئة تصرف طاقة أنت يعني بحيث أنه يظل وزنك ما تكون باتجاه زيادة السمنة نعم يعني الواحد لازم دائما يوازن بكل أمر بحياته نعم نعم نحن شكرين تواجدك اليوم معنا أخذ صايت التربية محمد يانش شكرا لك أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا بك